فرق كبير قوي بين تقييم الحالة والتقييم العام أنا جاي بحد عارف أنه كتقييم عام هايل تقييم الحالة ممكن يقع زي فريرا كده مداري بواخد دوري ومحقق إنجزات معنات الزمالك وفي مبارات السوبر هو غير موفق قراراته كانت خاطئة كله طالع انتقد فريرا ده تهريجي أنا شاب أنه ده تهريج صح فحتى أنا كتبت ده عندي على الفيسبوك وكتبت بوست عن ده مش بدافع عن فريرا أنا بدافع عن ظاهرة بحارب ظاهرة سلبية فحش كل الناس البروفيسور والعبقري ومجرد إخفاق مباراة الراجل يتحاجم الهجوم ده أنا شوفت ناس كانت بأيه بقى أنا شوفت ناس كانت ببوس طويلة كده عريضة والناس بيسموهم خبراء كورة يعني بيسموهم كده على السوشان تندي قال لك فريرا انتهى فريرا أفلس فريرا خلص فريرا اتنين يا جماعة اللي خلص طيب بقول لك حاجة يا كريم صح مفيش قيد لعبين لفترتين الصابات ولعبة راحلة الصابات لعبة كتيرة جدا طريق حامد أبو جبل بن شرق هيمشوا معندوش اي مشكلة لعبين صغيرين طلعوا لعبين صغيرين مصنفين ان هم لعبين صغار أصبحوا أبطال لما خدوا لقب عندك مصيبة في خط ظاهر الزمالك غير الطريقة وقدر يحافظ على الزمالك بشكل غير طبيعي عندك مشكلة في الجابهة اليمنى والمثلوسي وناس كلها بتقطع فيه وإزاي ده محترف يحول المشكلة دي لمفتاح لعب ويحط نيمار ويغير طريقة اللعب يا جماعة له الرجل ده فعلا عبقاري ومدرب كبير فما ينفعش ان انا أقيمه أربط تقييم الحالة بالتقييم العام لا تقييم حالة هو غير موفق في مباراتهم في ثلاثة لكن تقييم عام لا هو مدرب كبير ومدرب عبقاري ومش عيب انك تطلع تقول والله في الأدار المبارات دي بشكل غير جيد بس يبقى انت قيمت تقييم حالة يا كريم انت النهاردة ممكن تبقى في البرنامج حلقة وحشة اه في حلقة وحشة انا كلاعيب ممكن ابقى في الدي اوف بتاعي انا دايما اقول كده انه مدرب بزي اللعب ممكن يبقى وحش النهاردة عادي هو جوارديولة العبقاري ده مع انت بتدي نفس المسلك وتسألولك احنا بنقعد هنا انا هو حضرتك يعني وعادين كده مع بعض ونقول جوارديولة لعب النهاردة مباراة مش حلوة مش احنا بنقول كده ونقعدين هنا في مصر احنا بنقعدين هنا في مصر بنقعدين هنا في مدربين بلعب مباراة وحشة ممكن نقول ميسي النهاردة عامل مباراة وحشة ممكن نقول صلاح عامل مباراة وحشة هل الاسمان الاحبال دي كلها اسمان عظم بس احنا هنا للاسف في مصر دايما بنخلط التقييم بنخلطه ببعضه وده مش صح فاحنا دورنا بقى ان احنا نقول ان الراجل ده مدرب كبير مدرب عظيم وعلى جمهور الزمالك لو عايز يستمر ويكمل ان هو يفضل بساند الراجل ده وبيدعمه وعلى الجانب الاخر النادل اهلي كان موفق جدا في التعاقد مع كولر